نمهل المؤتمر اللاوطني بتسليم السلطة الى الشعب هو الذي يرسم طريقة ويحدد معالمها في ظروف في ظرف خمس ساعات انتهت مهلة كتيبتي القعقاع والصواعق للمؤتمر الوطني الليبي الساعة السادسة مساء بتوقيت جرينيتش ليصبح الان كل عضو برلماني لم يستقل من منصبه شخصا مغتسبا للسلطة سيعتقل قبل ان يحاكم بحسب البيان الردود المبدئية كانت مرتبكة حيث اعلن عن توجيه الوزراء بالمغادرة لاماكن امنة ثم جاء نفي مكتب رئيس الحكومة لذلك قبل ان يتم تأكيد الخبر من قبل الوزراء انفسهم اما رئيس المؤتمر الوطني المنتهي ولايته نوري ابو سهمين فاكد رفضه القاطع للبيان واصفا اياها انقلابا على الدولة ورافضا تسليم السلطة الا بالديمقراطية هذه المحاولات ويعدها انقلابا على مؤسسات الدولة الشرعية وخروجا على خيارات الشعب الليبي لواء القعقاء وكتيبة الصواعق هما من كتائب الثوار التابعة للجيش الليبي التابعة لمنطقة الزنتان ويعدان من الكتائب المختصة بالمهام الخاصة في الجيش الليبي فكتيبة الصواعق اشتركت في الهجوم على طرابلوس في سبتمبر 2011 وكلفت بحماية كبار اعضاء الحكومة الانتقالية وادرجت تحت سيطرة وزارة الدفاع في اكتوبر 2012 عدد افرادها غير معروف لكن تسليحها على مستوى عال خاصة انها تمتلك اسلحة مضادة للطائرات وكتيبة القعقاء عرفت بانضباطها وتسليحها الجيد وتكونت على يد مجموعة ليبيين من غرب البلاد تمرن في منطقة الزنتان عام 2011 وتحملت الكتيبة مسئولية الحفاظ على الامن وحماية كبار المسئولين والوزارات وقامت الكتيبتان بمغادرة طرابلوس الى الزنتان اواخر العام الماضي امتثالا لتوجهات السلطات بعد ان كانت تحتلان عددا من المواقع بعد سقوط نظام القذافي مطلب الكتيبتين هو استقالة المؤتمر الوطني الليبي والذي انتهت ولايته منذ نحو اسبوعين قبل ان يمدد اعضاؤه ولايتهم وفي صياق ما يحدث طلب طارق متري ممثل امين العام للامم المتحدة في ليبيا تأجيل التدخل العسكري لمدة 72 ساعة داعيا القوى السياسية لاجتماع عاجل لبحث الازمة السياسية اشتركوا في القناة